بسم الله الرحمن الرحيم دكتور عبد المنعم القالي استشاري ورئيس قسم الأشعة بالمستشفى السعود الألماني برياض يجتمل قسم الأشعة في السعود الألماني برياض على أكبر عدد من الأجهزة المتخصصة في التشخيص والعلاج في الوقت نفسه تحدوي على وحدة الأشعة العادية وحدة الأشعة التلفزيونية وحدة الأشعة المقطعية وحدة الرنين المغناطيسي وحدة الطب النووي وحدة الأشعة التدخلية وتشخيص الشرين والأوردة من أهم مميزات وحدة الأشعة العادية الأشعة الرقمية أو الديجيتال راديوغرافي وبتجتمل على أشعة الثدي أشعة الصدر أشعة الأطراف أشعة الحوادث بالإضافة إلى أشعة الأسنان والبانوراما أشعة الفكين من أهم مميزات القسم في التشخيص هو الأشعة الرقمية أو الديجيتال راديوغرافي عندنا الأشعة كلها متصلة بالباكس سيستيم بتتحول الأشعة إلى ديجيتال بتنتقل إلى كل أطباء المستشفى من خلال الكمبيوترز الخاص بي يتميز الوحدة الأشعة التدخلية في المستشفى إنها أشعة تشخيصية وعلاجية في نفس الوقت تستخدم في آلاج كافة الأمراض التي كان في السابق يستخدم الفتح الجراحي والتنويم والتخدير الكلي على سبيل المثال في ضيق الشرين والأوردة في حالات القدم السكرية في حالات الغسيل الكلوي في حالات نزيف المخ في حالات ضيق شرين الموصلة الدم للمخ في حالات أخذ العينات من الأورام في السابق كان يتم فتح الجراحي تحت تخدير كامل وتحت تنويم في المستشفيات لمدة تتروح بين 7 إلى 10 أيام حالياً عن طريق الأشعة التلفزيونية بخزعة بسيطة تحت تخدير موضعي في خلال ربع ساعة بنتعرف على نوع الورم وكافة تفاصيله من أهم الأقسام المتواجدة في قسم الأشعة وتصوير الطبي في الرياض وحدة نيوكلر ميدسين أو الطب النووي الطب النووي في هذه الوحدة بيجتمل على قسمين أيضاً قسم تشخيصي وقسم آلاجي وده من أهم مميزات المستشفى السعود الألمي في الرياض تكاد تتميز عن كل المستشفىات الخاصة في الرياض وفي المملكة بهذه الخاصية الطب النووي يستخدم فيه تشخيص تشخيص الأورام تشخيص أمراض الغدى الدراقية تشخيص أمراض الكولة تشخيص أمراض الزبحة الصدرية خصوصاً تشخيص أمراض زبحة الصدر النتيجة عن أو ما بيسمى بجلطة في الشرين الرؤوية القسم المتميز الآخر وهو يكاد يكون لا يتواجد إلا في بعض المستشفىات الحكومية وهو علاج الأورام باستخدام النظائر المشعة ريديو أكتف تريتمينت وده يتميز فقط في مستوى المستشفى الخاصة في السعود الألماني بالرياض وحدة التصوير الطبي النظري وهي التي تستخدم فيه تصوير الجوف مقصود من خلال البلعوم المريء المعدة العمعاء باستخدام مواد صبغية معينة للتشخيص من أهم أدوار التشخيص في هذه المنطقة أخذ عينات أخذ عينات عن طريق فرم يعني أسفل القدمين إلى أعلى الرأس أورام الغدة اللينفوية أورام الغدة الدراقية أورام المعدة الأمعاء الاثنى عشر الكبد الطحال كل هذه الأشياء التي كانت في السابق يتم عمل فتح جراحي لها وتخدير كامل أصبحت الآن في خلال دقائق معدودة خلال الأشعة المقطعية خلال الراني المغناطيسي خلال الأشعة التلفزيونية يتم أخذ عينات من الأجهزة المتميزة في المستشفى السعود الألماني أيضا الأشعة التلفزيونية رباعية الأبعاد رباعية الأبعاد للتشخيص في معظم حالات الحمل والعيوب الخلقية للأطفال استخدمتها متعددة ليست في الحمل فقط ولا العيوب الخلقية ولكن في أمراض البروستاتا في أمراض الكبد في أمراض الغدة الدراقية إلى آخرين وبذلك يتبين أن جميع وحدات الأشعة في المستشفى السعود الألماني برياض تتكامل لوضع خطة متكاملة للعلاج والتشخيص لنصل بذلك إلى تشخيص دقيق وبالتالي رعاية متكاملة بإذن الله تعالى شكرا موسيقى